نروح لنادي الأهلي ونشوف الأخبار هناك وردود الأفعال قبل بداية التمرينة يمكن بدقيق معنا زميلنا كريم أحمد من النادي الأهلي في الجزيرة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير كل التحايا لك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي أريد أن أبدأ معك بمبروك ولا أبدأ معك بهارد لك لا بالتأكيد طبعا يعني بنقول مبروك لفريق النادي الأهلي يعني الفرصة متاحة وموجودة مش يعني مش أحسن حاجة بالتأكيد طبعا زميل أحمد النتيجة لكن زي ما قلنا متغيرات كثيرة جدا في كرة القدم سوابت موجودة لكن هي دي كرة القدم وهي دي الظروف ويمكن تكون حلوة المكسب تيجي من كده إن شاء الله في كذا بإذن الله إن شاء الله عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في كل لعاب لنادي الأهلي في مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بالتأكيد بيوفر مناخ أكثر من راعي للعابين ظروف صعبة جدا النادي الأهلي قابلها أكثر من مرة في المغرب مباريات الوداد ومباريات الرجاء على ما أعتقد إن خلاص يعني لعاب النادي الأهلي والجهاز الفني خلاص إحنا شربنا هذا الأمر عرفنا إن ممكن يكون في بعض الصعوبات سينيروهات عديدة جدا بنقابلها لكن إحنا عندنا هدف الحقيقة النادي الأهلي أمس يعني زي ما قلنا الهلي كان ليد جدا 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 طول المباراة للتوفيق غاب عن بعض طبعا اللعبين وتحديدا كمان فيه آخر دقائق من المباراة لكن ده ما يمنعش إن النادي الأهلي أدى أدى عظيم جمهور النادي الأهلي كان لي دور كبير جدا التحضير الفني كان مميز جدا لكن زي ما بنقول يعني الحمد لله أن هي من شوطين شوط أول في القرارة ولسه كمان شوط تاني في كذا المباراة لو كانت من مباراة واحدة مع السينيروهات اللي متغيرة طبعا ما كهيكونش المباراة طبعا على أرضنا فعشان كده بنقول إن شاء الله بإذن الله ربنا يكون شايل خير للعابة النادي الأهلي للجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله من تغييرات من كل الأمور دي خلاص انتهى هذا الأمر التركيز كله بمشية الله في التمانية واربعين ساعة القادمين من تدريبات من محاضرات من أمور نظرية من تصحيح لبعض الأخطاء يا رب إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يكون موفق جدا يكون فيه هدوء كبير جدا للجهاز الفني عشان يكون فيه تأني بشكل كبير جدا في مبتبعة المباراة الماضية تحديدا نقاط القوة الثغرات إزاي هنقدر إن إحنا نقسم المباراة إحنا عندنا سينيروهات عديدة جدا زميل أحمد يعني الموضوع مش فقط لغير إن انت تتعادل أو لا عندنا حاجات كتيرة جدا إن شاء الله بإذن الله ما نحتاج لهاش لكن بأكد لك المعنوات اللي عائبة للنادي الأهلي الدور الكبير اللي منتظرينه في مجلس إصدارة النادي الأهلي وتحديدا كمان الكابتن المحمود الخطيب اللي ممكن إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد برسائل الدائمة ودعم الفريق النادي الأهلي بيكون مؤثرة جدا قبل هذه المباراة الحقيقة فيا رب إن شاء الله كل الظروف تكون معنا إحمد ويارب يا رب إن شاء الله نرجع من كذا بالحداشر بمشيط نقدر بإذن الله كريم هو على فكرة نفس الكلام اللي انت بتقوله ده هو اللي يمكن سبب انه الناس يعني مش مبسوطة قوي بالفوز على الرغم انه انا عارف وانا قلت ده في بداية الحلقة انه المناسبات اللي زادية المباريات او المواجهات النهائية حتى لو على جولتين ذهاب وقياب بتحسن بفرق هدف يعني من الورد جدا تبقوا مباراة واحد صفر ومباراة صفر صفر ويحسم اللقب بهدف وحيد ورغم افضلية الاهلي والسيناريوهات اللي بتصبه في مصلحته في مباراة العودة اللي انه الفوارق اللي انت بتتكلم عليها دي او اللي شفت اللي احنا كلنا شفناه مبارح بين الفرقتين واللي للأسف معاكستهاش نتيجة المباراة هي دي اللي يمكن مخاليها الناس مش مبسوطة قوي بالفوز لكن طبعا بالتأكيد فراسنا اكبر الفوارق واضحة جدا بين الفرقتين الاهم ان احنا نستغلها كافضل ما يكون في مباراة العودة ان شاء الله اعتقد من النهاردة تبدأ رحلة التجيز ويبدأ شغل مستر مارسيل كولر مع الفريق بالتأكيد طبعا يعني بالتأكيد كلامك مهم جدا يا احمد ويمكن كمان الرسالة المهمة جدا ان هي دي المرحلة اللي تكاتف الجميع لابد الكل يكون مساند للنادي الاهلي ولابد ان الكل يرفع معنوات لقعيب النادي الاهلي والجهاز الفني لان احنا لسه عندنا شوط عندنا تسعين دقيقة مهمة جدا زي ما قلنا المتغيرات كثيرة جدا محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل لناك النادي الاهلي ممكن يحرز هدف واثنين وثلاثة وتشوف تبلو تشوف مشهد مميز جدا لان احنا ثقاتنا كبيرة جدا في اللاعبين الموضوع مش جمهور بيحضر فقط لغير في المدرجات لا ملايين المصريين منتظر هذه البطولة عشان كده بقولك لعيب النادي الاهلي عرف قيمة هذه البطولة جدا عرف قيمة اهمية هذه المباراة قدينا اداء مميز جدا في الشوط الاول اللي هنا نتيجة زي ما قلنا مش احسن حاجة لكن اماننا في ربنا صحانه وتعالى كبير جدا 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 في الجهاز الفني واللعبين الوعي مهم جدا تحضيرك ينادي يكون مهم جدا مهما كانت المؤسرات والمتغيرات والظروف والصعوبات اي حاجة هتقابلك في المغرب هو هدف هدف ان احنا نرجع بالبطولة نسختين على التوالي امر يكون صعب جدا ما نتمناش ان احنا نشوف هذا المشهد لكن بمشية الله ان شاء الله باذن الله بالجهد المبزول وبالتكاتف اللي احنا منتظرينه من العيب النادي الاهلي واللعيب الكبار اللي ليهم دور كبير جدا مجلس الادارة الكابتن محمود الخطيب كل الامور دي الحقيقة منتظرينها في 48 ساعة القادمين تحديدا يكون في مجهودات مكثفة جدا لرفع المعنويات للتركيز تشيلوا الضغطات من على اي لعيب روح استمتع روح حقق النتيجة حقق البطول عشان كده يا رب ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون معانا الاجواة كابتن سايد زي ما انت قلت وكابتن سامير عدلي ترتبات دي بيكون مهمة جدا ان هو يكونوا متواجدين قبل الصفر فريق النادي الاهلي ب24 ساعة ترتبات الاقامة الفندو والتحركات كل الامور دي بتسهل بشكل كبير جدا ان التركيز يكون فقط فيه 90 ديئة يا رب ان شاء الله كولر يكون موفق جدا في الاختيار المجموعة كمان اللي هتسافر ويتم الاختيار طبعا خلال 48 ساعة القادمة يكون موفق جدا 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 في اختيار الاسماء اللي يكون متواجدة معانا عودة الشناه وده امر بيفرح وبيصعد كل جمهور للنادي الاهلي الحمد لله طمنا امس على كل لعيب النادي الاهلي مش حد اشتكى من حاجة كدمات برح كان فيه ممكن الاتحامات كثيرة جدا جدا لكن الحمد لله طمنا طبيا من الجهاز الطبي على كل اللاعبين يا رب ان شاء الله بازن الله يستمر النادي الاهلي بقى في تحضراته النظرية والفنية ويكون فيه استعاب كبير جدا للاخطاء الاخطاء كانت مؤسرة بشكل كبير جدا سواء اخطاء التحكمية او اخطاء الفردية فعشان كده لابد يكون النظر والعمل مهم جدا لعيبة تكون مركزة فيه عشان هناك نص الفرص هي اللي هتكسبك تحقيق المكسب هناك هيكون امر مهم جدا ونقدر نقدر ان احنا نحقق المكسب لعيبنا في كاس العالم في المغرب وحضرنا الاجواء حضرنا ضغطات كبيرة جدا من سواء جمهور الرجاء او الوداد فكل الامر ده زي ما قلنا بالنسبة للمتلقي النادي الاهلي قادر قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يعود من كذا بالحداشر ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان هي دي المرحلة المهمة جدا اللي محتاجة تكاتف من الجميع ان شاء الله باذن الله باذن الله كله ورا النادي الاهلي وباذن الله يوم الحد اللي جاي نبقى بنحتفل اللقب الغالي والنجم الحداشر في تاريخ النادي الاهلي اعرف ان التمرير لسه ما بدأتش لو قدرنا نرجع لك مرة تانية على هوا كريم ناخد منك اخبار التمرير مع بداياتها أكيد هنرجع لك في السادسة بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من داخل ملعب مختار التتش خليني أقول بس نقطتين